اولها هي هذا السلوك المتحضر الطيب الجميل من مجلس ادارة نادي الزمالك الجديد برئاسة كابتن حسين لبيب ونائب الرئيس السيد محمد الاتريبي وكل السادة الاعضاء مجلس الادارة السلوك الجميل الطيب المحترم انا هقرألكو بقى المراتي انه مجلس زمالك تقدم بالتهنئة الى مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بعد التتويج ببطولة السوبر الافريقي ونادي الزمالك اكد على علاقة الطيبة بكل الاندية المصرية قال لك خاصة اذا كان الامر بيتعلق بتمثيل مصر في جميع المسابقات والبطولات القرية النادي الاهلي مسكتش النادي الاهلي راح راضي ده هو كمان ببيان مفيش اجمل من كده وتوجه النادي الاهلي بمجلس ادارته برئاسة كابتن محمود الخطيب للسيد حسين لبيب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك وباقي اعضاء مجلس ادارة بخالص الشكر والتقدير على هذه اللفتة الطيبة وعلى هذه التهنئة داعيا الله سبحانه وتعالى ان تستمر هذه السلوكيات وهذه المبادئ وهذه الاخلاقيات تحكم وسطنا الرياضي الرائع الجميل وان تكون مقدمة لعودة الدفء في العلاقات والاحترام والانضباط اللي يفوز يفوز واللي يخسر يخسر دوري كاس بطولة محلية ايا كان لكنه الكبار المحترمين المتربيين اللي بيفهموا اللي بيعرفوا يعرفوا قيمة الكلام اللي حصل النهاردة ما بين كابتن محمود الخطيب وما بين السيد الكابتن حسين لبيب ببقى فرحان او انا بقولك كابتن بحس انه في مكاننا الطبيعي حسين لبيب من اساطير كرة اليد في مصر وفي نادي الزمالك وجود كمان قمات محترمة معازة الستاذ محمد الاتريبي وغيرهم من السادة الافاضل كلهم كل الاحترام والسادة العمري فاروق في النادي الاهلي سيد خالد درندالي وسيد خالد مرتجي وكل السادة الافاضل اعضاء مجلس الادارة الاصدقاء الاعزاء المحترمين جدا داخل مجلس ادارة الاهلي وداخل مجلس ادارة نادي النادي